أكد مصدر بالنادي الإسماعيلي أن إدارة الفريق استقارت على رحيل حمد إبراهيم المدير الفني للفريق بسبب استمرار نتائج الفريق السلبية وأوضح المصدر أن حمد حصل على فرصته كاملة وفتر التوقف دولية لكن استمر أداء الفريق المهتز والنتائج غير الجيدة وأشار المصدر إلى أن المجلس وضع ستة أسماء مدربين على الطاولة للاختيار من بينهم وجاءوا كالتالي حمزة جمل وسبستيان دي صبر المدير الفني السابق للفريق ومنتخب أغندا وأحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة وشوق غريب المدير الفني السابق للمتخب الأولومبي وحسام حسن ومختار مختار وأكمل الأقرب لتولي المهم حمزة جمل لأنه من أبناء النادي بالإضافة لذي صبر الذي فتح معه مجلس خطوط اتصال للتفاوض لتدريب الفريق ولم يتواجد حمد إبراهيم في تدريبات الفريق اليوم في ظل الاستعدادات لمباراة المصر المقبلة والمقرر لها الجمعة القادم وتولى حمد إبراهيم قادة الإسماعيلي خلفا للأرجنتيني براون والذي أقيل من منصبه أيضا بسبب سوء النتائج ولم يحقق حمد إبراهيم الفوس سوى مرتين على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 ثم إستر ناكامبني بنتيجة 2-0 وتواجد الإسماعيلي في المنطقة الخطرة باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة ويمتلك الفريق مباراة مؤجلة مع المصر البورسعيدي ترجمة نانسي قنقر